سبب عليكم اداة جوا كونفا تحول لأي صورة لكارتون اسمها اداة كارتوفني وانت شغال على اي صورة تستخدم الأداة دي او تقدر تجي من أبس وتقول له انا عايز الشغل اللي هنا ممكن تقول له هاتلي ديزاين موجود قبل كده او انا عايز ابدأ نيود ديزاين بيقول لك بقى اختار المأس اللي انت عايزه والياكم مثلا نختار المأس دوت يقول عليك ان انت ترفع صورة وهو يبدأ يحط لك الصورة دي بس بشكل كارتون حاجة هنا وقال له ابلوت وابل ارفع اي صورة لية صورة شخصية مثلا وانت ترفع الصورة ولا يددك اختيارات لكن لو اديتوا نفس الصورة وقالت له حول هاتلي الكارتون سيقوم بعمل لك صورة ثانية يقول له ممكن ان تظهر 100 صورة من خلال انت بس تديره الصورة الأصلية وتقول له حول هاتلي الكارتون وكل مرة يقوم بشكل عشوية تماما لا افعل لا اكتبذ صورة ثانية واضح على الكارتون انت تركت لك الصورة ثانية وسيكتشل على ا bell العمل لك صورة الثانية كل مرة ترفع الصورة ممكن اول مرة ترفعها سوف تعمل منها 10 نسخ وكل نسخة فيهم تقول له حول هذه الكارتون وتبدأ تشوف احسن واحد فيهم وتلغي الباقي بالشكل دوت طبعا في الابس ستجد حاجة كثيرة جدا بتحول الصور لكارتون او بتحولها لسكيتش او 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 فده ستجد حاجة مميزة زي مثلا ري اماجين تقدر طوله حول هذه الكارتون بالشكل دوت او حولها لي الارت او حولها لي الارمي زي ما انت عايز فممكن تقول له حولها الارت بيقول لي حطت الصورة ان اخترت هذه الصورة وقول له ايه جناريت فيبدأ يطلع لي الصورة فعملها لي بالشكل دوت وتقدر طوله طبعا بعملها لي مثلا كذا كل مرة بيديه حاجة عشوائية حاجة مختلفة حاجة غير القابل كده لكن هنا المشكلة ان هو بيشمديني برانتر فتحكه طيب لو انت عايز تتحكم لو جيت هنا وقالت له ايه ديت فوتو هيبدأ يديك ادوات تقدر من خلية تخليك انها مرسومة بلغة اصاص تقدر تقول له انا عايز فلتر مثلا فتلاقي فلات الهيه تقدر تخليها اي واحدة من دول مثلا بشكل دوت تمام ممكن تجي هنا في الفلتر في الافكت تلاقي مؤسرات برضو مثلا دوت هنا بقى بيديك تحكم اكتر مثلا اهو تقدر تشوف ايه اللي انت عايزه هنا مثلا ممكن اقول له انا عايز الهايلايت بالاسويت والشادو بالابيض فتطلع ما عايز صرف الشكل دوت او العكس اعجاب ما عايز بقربه ايش اعجاب